قرر حلف شمال الاطلسي الناتو نشط طائرات انذار مبكر متطورة من طراز واكس للقيام بمهام الاستطلاع في الموصل دعما للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش وذكر الأمين العام للحلف ينستلتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة البلجهية بروكسل أن الناتو أكمل تدريب المئات من الجنود والضباط العراقيين في الأوردن وسيبدأ بتدريب مزيد من الجنود داخل العراق في شهر كانون الثاني بداية العام المقبل مشددا على التزام حلف الناتو بالحفاظ على دعمه حتى القضاء على تنظيم داعش